زيارة عشورة السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن فارحه والوتر الموتون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بجناء عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرذية وجلات وعظمت المصيبة وبك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله أمة ومهدين لهم بالتنسين من غفالكم فرئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل ذياد وآل مروانا ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله بن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمتان أكرجا يا أسرأ الجمايات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطما وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار وبالبراءة ممن أسسا أساسا الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنا عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحيار وبالبراءة من أشياعهم وأباعهم إني ثلم لمن ثالمكم وحرم لمن حاربكم وولي لمن هو آلاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤطيني بمصابي بكم أفضل ما يؤطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقعمي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمين وابن آكلة الأكباد اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم ملك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم ترحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلما حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خصى أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيدا خامسا والعن عبيد الله بن دياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل دياد وآل مروان إلى يوم القيام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رذيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام